بص الحوار في الكواليس او في الحوار بين الفواصل ممتع زي ما هو ممتع كمان على هوا بس في حتة كده مش هاد اصلا واحد من دولة يعني واحدة من الوقت الوقت كنا ندخلين على الهوا على طول مش هادفها يتقال ولا بس هنتكلم فيها بل متكلم عن الكابتن واقل الجمح من اعظم المدافعين اللي جوم في تاريخ الكرة المصير لعب جنبه عدد كبير من المدافعين وكابت الشريف عبد الفضيل طبعا لعب وزي ما للكابتن واقل الجمح حكيني بقى حكايتك مع كابتن واقل الجمح عشان كل مدافع عنده حكاية مع واقل الجمح بقى واقل لا ده هو حكاية الواحدة طبعا طبعا لعب كبير وخدم منتخب مصر ومد الاهل لسنين طويلة يعني بس هو كان احسن واحد يلبس لجابه ده اساسي اه اه ازاي بقى يلبسك ازاي نفيه في مرة مسلا ماتش الزمالك فيه زمالك خدم الفترة كده اول تلت كان فيه تلت ماتشاط ربعض اول تلتين يرويكي جاب فينا جون الحمد لله الماتشاط دي كنا بنكسب وبنتعادل يعني الحمد لله انا على فكرة يعني انا عدت في الاهل الحمد لله حوالي سبع سنين وانا بالعب مغسرتش ولا ماتش من زمالك فكان مش فاكر كان حسين ياسر تقريبا او شكبالة رفحها في احمد جعفر ماشي هو اللي مع واقل ماسك ومانتو مان جوها الستة وكرة متحركة بس هو اللي ماسك احمد جعفر وانا على القريبة ووائل هنا وجعفر هنا معاه وتقريبا او شكبالة حسين ياسر عامر كروس جعفر ركب حط الكرة في الزاوية وجون خلق مين اللي مع جعفر لقيته قطع من عند نقطة البنن عندي قولي يالله شريف يالله ولا يهمك ولا يهمك قولي لا لا يبعدينك بشكلة بسانية ببعدينك انا انت اللي ماسكو بشكلة هاني ها طبعا احمد السيد حكي ليه موقف زي دايب لكده برده بص احنا هو الجمع بيفضل واحنا كلها بنعد عليه ايو عد على الاجيائي طبعا مدفع عظيم اه طبعا الله عظم في عيني كل اللي عد عليه هو طبطب عليه ملك الطبطبا جوابا في ناس كتير زعلت منه يعني ملك الطبطبا وفي حاجة تانية ممكن بركات كان بيقولها دايما الباص بقا الباص ايه بقا يعني انت لو لعبت باكرايت جنبه لازم تحضر للباص بتاعه الباص ده في حاجة اولا هو ما فيش باكرايت عمر معاه اه يعني دايما اي باكرايت هتليه ميشي من نادي اه لو احمد صدي احمد عادل محمد عبدالله اسلام الشاطر اه اللي راحت حاجة قبل كده وحمد عبدالله وحمد بص مفيش حد دايما براكات كان يشوفه براكات بقى كان زاكي اه يشوفه هيعمل اللي باص يجري على قدام اصلا اصلا اللي هو بقى شوف تصرف انت يا باكرايت عادل بيديك الباص في مستوى كلام ولا هتعرف تستلمه اه ولا هتتصرف في الكرة ولا هتشلها انت حتى طبعا ولا بقوة وفي المستوى ده ولما هتخذف منك هتشلها خصمين الخط والمدافع صح اللي قدامك خلاص هتستلم ازاي صح يبقى ما فيش حال فبيديك الباص صعب جدا وانت كبقى دايما الباكرايت على فكرة دايما عندهم الأدوار بتاعتي مختلفة لانا دايما بيبالعب على خصمين الخط ده خصم خلاص واللي جايبي هاجمك ده خصم صح خلاص دايما الحالة بتاعتك بتبقى غير المواقف اللي في الجيم خلاص فدايما وقفتك هتفرق جدا استلمتك للكورة والباص اللي جاي لك جاي لك ازاي هو بيديك أصعب باص اللي هو فوق الأرض والمستوى ده خلاص وبيدهولك ولا هو هنا ولا هو هو هنا عند الرجبة جدا تمام وقو جدا تمام معاك رب منه انا فاكر مرة كان مانجا بيلعب مش فاكر ماتش الاتحاد كنا في سيد القاهرة والله هالعظيم وكان مسترمانو الجوزيه وقاعد عدك أول ما بدأنا خد استلم الكورة ودها المانجا اقطعت مانجا استلم طبعا الكورة راحت هنا ما هيستلمها ازاي صبب صبب الفروت خده وراحت تجوهن يا مانجا يا جوامعة بقى يا مانجا استلم صح يعني اصلا يعني كمان مش يقلم عليش ان انا بسطة لك خد بقى دي بالزبط 15 دقيقة كان مانجا تغير من الملعب خلاص كده ومانجا ده مالعبش باكرية تاني خلاص عليها خلاص عليها خلاص عليها خلاص عليها خلاص عليها خلاص عليها خلاص عليها